بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفرض الصمد الذي لا يحصي كلماته للقلم ولا العدد والصلاة والسلام على الرسول الممجد النبي محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى من اقتفى عثره وقصد أما بعد فعرفاناً بجميل وإسناد الخير إلى أهله هذا أول لقاء تواصلي مع المشاهدين والمشاهدات في محطة إعلامية كانت قد استضافتني بالبلدية فأشكرها جزيل الشكر ولها مني كل التقدير والاحترام والامتنان ثم أما بعد فلقد طلب مني أن أعطي نبذة مختصرة عن حياتي وكان من الأليق أن يعطيها غيري ولكنهم قد اختاروني فأقول أنا العبد الفقير إلى عفو ربه الشيخ عبداللطيف بوعلام العلاهمي الصفروي ازددت بمدينة صفرو ولمن لا يعرفها فهي قريبة من العاصمة العلمية ببعض كيلومترات تصل إلى تلاتين كيلومتراً على أبعد تقدير ثم درست لابتدائي بمدرسة حبونة ثم بعد ذلك الإعداد بمولاي علي الشريف إعدادية مولاي علي الشريف ثم بعد ذلك الثانوي بثانوية بئران زرار ثم حصلت على الباكالوريوس سنة الف وتسعمائة واثنان وثمانين ثم بعدها على ديبلوم مركز المعلمين بفاس ثم حصلت على إجادة مشيخية في علم التجويد من الشيخ المعروف الصيت عالمياً وهو الشيخ محمد الإبراهيم البذنبي رحمه الله ثم لدي تكوين عصامي بحيث قد تمكنت من تأليف مجموعة من الكتب لا يستهان بها ولا تخلو من الفائدة وحسن التوجيه وتربو نحو الأربعين ونيف ثم لدي مشاركات عديدة عملت مدرساً لمادة الجويد في العديد من المراكز القرآنية ولدي عدة أنشطة على عدة مستويات قلت لقد عملت مدرساً لمادة الجويد بالعديد من المراكز القرآنية ناهيكم عن مساهمة بعدة محاضرات في جميع أنحاء المغرب أما بعد كذلك فالبرامج التي سأتطرق إليها ستكون إن شاء الله تعالى برامج توعوية دينية محضر ثم بعد ذلك لغوية ثم بعد ذلك بيانية ثم بعد ذلك سأدخل في المستجدات الحياتية كل ما ترأ عليها هذا ما سيكون برامجنا والبرامج الديني كما اقترح الإخوة سيكون يوم الخميس إن شاء الله وسيكون ممزوجاً بنوع من الدارجة المحتملة لأنني حسب ما طلعت على أن أغلبهم إذا تحدث باللغة العربة فقليل من يضبطها وسيضيع هارمراً من الجمهور إلى إفقهها وهكذا وسنسير ببطء ببطء ونبدأ بأبسط الأشياء لكي يصل الناس إلى الفهم الديني لضبط المصاري وتقويم المسير لأنني لما اطلعت على المسائل التواصل الاجتماعي وجدتها مليئة بالتفاهة والرداءة وقلة الكفاءة وإثارة النعارات والمشاحنات تحقيقاً للربح المادي ليس إلا ولا فقط وأغلبهم لا يفقهون في اللغات العربية من قطمير ولا يدرون كوعها ولا بوعها مما دفعني إلى أن أخوض هذا الغمار بالتي هي أحسن في البداية ومن اعتلى علينا بالتي هي أحسن كذلك لأننا نحن مطالباً مننا أن ندعو بالتي أحسن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا نبتغي من هذا العمل لا مالاً ولا ربحاً إنما هي صدقة جارية لعل الناس تفقه دينها فتسير نحو نحو الأليقي ونحو الأجوذ ونحو الأحسن ولذلك ارتأيت أن أدخل هذا المجال لأصحح بعض المفهوم وأصحح بعض المغالطات التي يقع في الناس ذلك أن أي أحد تصفح الوسائل التواصل الشمعي يصاب بالدواري وبالغثيان ولا يدري صفاء دينه هناك من يقول عيد المولد النبوي حرام هناك من يقول حلال هناك من يقول كذا إذن لا بد أن ندلي بدلونا في أي مستجد كيفما كان نوعه ومن خلال ما سأبسط عليكم لا بد وأن نبسط ذلك بالأدلة الشرعية وبما يتماشى مع العقلي ومبدأنا هو التيسير وليس التعسير يسيروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا هذه وصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فإن كنت قد أخطأت فلا يسع علي ذي إلا لا يحسب علي الخطأ لأنني عبد ضعيف إنما أردت أن أشعل شمعة في هذه الظلمات فبدل أن نلعن الضلام ونقول بأنه الناس كملت الناس خلاص الناس هلكت فمن قال قد هلك الناس فهو أهلكهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إلى الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم إذن هناك حملة مسعورة محمومة لربح الدنيوي ونحن نبتغي إلى الأجر الله تعالى وإن شاء الله ترقبونا في القريب العاجل لتكتشفونا وتعرفوا حمولتنا وتناقشونا لأن بالنقاش بالنقاش المتواصل والجدال البناء ليس الجدال العقيم ليس الجدال التكفيري الجدال العدمي بالجدال الرزين وبالجدال الرصين المبني على الدليل والحجة والبرهان هذا هو ديدني إن شاء الله الذي سأسلكه في كل محاورات وكلما جد جديد أو استجد مستجد مما يفعله بعض الإخوة لإثارة بعض المشاكل لماذا؟ لأنهم يريدون أن تطلعوا في صفحاتهم أو في أرباحهم لا أدري لماذا يقولون ذلك الكلام نحن نحاول أن نجادلهم بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخبث أما أن نسب الناس ونتتبع عوراتهم ونحاول أن ننقص من قيمتهم فهذا لا يجوز شرعا وكل من يتتبع عورة أقه المسلم يفضحه الله ولو في عقداره ولا بد علينا أن نقيل عثرات العلماء وأن لا نتتبع فواتهم ربما قد أسقط أنا في خطأ ما ربما فعلي الناس أو على الذين لهم العلم الوافر أن يوجهونني إلى ما هو أسلم وإلى ما هو أفيد لأننا نحن في النصحة والدين النصحة لا بد أن تنصحني دون فضيحة ودون أن تلبس علي بعض الأمور التي لا يقبلها الشرع ولذلك هذا هو أسلوبي الذي سأسلكه إن شاء الله في هذا المجال واسمحوا لي على هذه الدردشة إن كانت لا تفي بالمقصود والمرغوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر